موسيقى السلام عليكم اجمل متابعين يارب تكونوا بخير فيديو النهاردة هنعمل فانوس الكوخ للسنازل جديد في الاسواق السنة واسعار ومغالية في المحلات احنا هنعملوا مع بعض النهاردة بخمات بسيطة جدا او تكلفة بسيطة وبطريقة سهلة ويلا بنا نبدأ الفيديو هكيف ازازة بلاستيك حجم كبير ويأخذ الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت سيكون مقس الجزئين تقريبا 12 سنتيه ويقطع الجزء اللي فيه الغطى ودخل قطعتين البلاستيك اللي معايا في بعض طبعا من غير ملزقهم بعد كده هرسم دايرة على جنب الازازة والدايرة هتكون واخدة من قطعتين البلاستيك اللي معايا بعد كده هفوق قطعتين البلاستيك ويحمش على العلامة دي علشان اقص الدايرة اللي انا محتاجها ويكون مزبوطة بعد مقصتهم هدخلهم في بعض تاني واسبتهم باللزق اللي معايا قبل ملزقهم واسبتهم لازم اتأكد ان الدايرة مزبوطة بعد كده هحتاج اني اعمل فتحة على قد وحدة الضوء ديت هعملها في الازازة من وراء ورسمت الدايرة دي على مقاس الوحدة الضوء اللي معايا ويحاقصها ويكده بقت مزبوطة معايا ودخلت فيها وحدة الضوء بعد كده هقفل الفتحة اللي فوق اللي انا عملتها مكان الغطى ويكده هكون صمومت الهيكل بتاع الفانوس هنبدأ بقى اهم خطوة وهي الشكل الخارجي والدخلي للفانوس هنعملها مع بعض النهاردة من عجينة الورق بطريقة سهلة جدا ممكن تمليها من وقل الكتب او الكرسات او كرتونة البيض الكراتين العادية هنجيب الورق وقطعه مكعبات صغيرة كده ونضعه في المياه في حدود من خمس لست ساعات لتحس ان الورق بقى طريق بعد كده هحتاج ان يقفره ممكن بالهند بلندر او ممكن في الخلاط بس يكتري عليه المياه في الخلاط عشان خلاط ما يبزش منك وده شكلها بعد مفردتها ما فيهاش اي تكاتلات او قطع ورق كبيرة وهحتاج نصفه علشان اصفيها من المياه وهحاول اعصرها كويس طبعا انا عاملة كمية اكبر من دي انا بس بوريكم الطريقة والكمية اللي انا عملتها في حدود 30 ورقه علشان تكفي الفانوس اللي هعملها كده انا صفيت العجينة وهعصرها كويس وحتما تبقى بالشكل ده هتكون كتلة معايا وما فيهاش مياه حس انها نشفه كده وده كل الكمية اللي عملتها وهفك الكتل دي علشان لما عجينها تكون نعمة وما تكلكعش منها بعد كده هجيب اي نوع غره والغره ده بيتباع في محلات البيات او الحداياه وحط الغره على الورق اللي عندي بمقدار نص كباية غره او كباية لربع غره على حسب احتياج العجينة يعني لو حطيتي نص كباية وحسيتي العجينة نشفه معاك هنعيد ثاني مقدار الورق في حدود ثلاثين ورقه على نص كباية غره حسب احتياج العجينة هتزودي الغره طيب اكيد في ناس هتسألني هل في بديل للغره ايوه في بديل للغره ومكونات بديل الغره هتكون 6 معالق دقيق 3 معالق سكر معلقتين خلف والمية على حسب احتياج العجينة لو انت هتزودي في المقادير يبقى السكر نص كمية الدقيق لو هتعملي كباية دقيق يبقى نص كباية سكر طيب الطريقة هتكون ازاي هنجيب الدقيق ونحط عليه السكر ونقلب على الناجب وبعدين هحط المية دفعة دفعة لحد ما اوصل للقوام الكريمي بعد كده هحط معلقتين الخلوة هقلب كويس ويبكده هيكون معي بديل الغره وهاجل العجينة كويس سواء بالغره او ببديل الغره لاتنين نفس النتيجة وده شكل العجينة والملمس بتاعها ناعم بعد كده هحط العجينة في كيس واسبها ترتاح يعني في حدود ساعة فانا كنت مستعجلة واشتغلت بها على طول والنتيجة برضو كويسة هفرغ الكيس من الهواء وهقفله كويس لو انت عايز تحتفظي بالعجينة لمدة كذا يوم هتدهني الكيس مادة دهنية وبعدين هتحفظي فيه العجينة ممكن يقعد معيك اربع او خمس ايام الخطوة اللي بعد كده هلزق العجينة على الاجازة اللي انا عملتها هجيب الغره وهدهن المكان اللي هحط فيه العجينة وهنلزقها الاول من جوه هفرد العجينة بالشكل ده كده على ايدي وبعدين هسبتها في المكان اللي انا هلزقها فيه هفرد العجينة كويس وهسويها علشان ما يكونش فيه كتل معي او مطبط وتقديرا المجهود ده لا تنسيش تعملي لايك وتكتبي رأيك في كومنت جميل زيك ولو اول مرة تدخلي قناتي لا تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس علشان توصلك فيديوهات الجاية اشتركوا في القناة وده شكلها بعد ما خلصتها حد اعمل رسمة الطوب اللي على الكوخ من بره هجيب حجس انها مدبب كده وهعمل دوايا وهضغط بالراحة لمجرد ان اعمل علامات بس وهعمل الشكل ده من بره ومن جوه وده هيكون شكله وهاحدد الفتحة بتاعت الفنوس بتاعي وزي ما عملت بسمة الطوب من بره هعملها برضه من جوه وده شكله بعد ما نشف والمدة اللي هيحتاجها علشان ينشف ممكن يعد 12 ساعة وانتي هتحطيه في الشمس او درجة حرارة مرتفعة ينشف معيك طبعا بسرعة عن كده بعد كده هنلونه ممكن تلونيه بالبويا العادية انا رشته بالسبيرية الدهبي ده ممكن تلونيه بالالوان الموية بس هيكون باهت معك وشكله و بعد الدهان ما نشف معي هجيب القلم الالوان ده و هلون بعض الطوب بشكل عشوالي و لو انتي ببويا هيكون افضل طبعا من القلم الالوان بعد كده هعمل ايد بتاعته هجيب الخط الخيش ده وهعمل فتحتين من الجنب كده من فوق علشان ادخل فيهم الخط الخيش هجيب طرف الخيط و هعمله عقدة كده و هدخله من جوه في الفتحة اللي انا عملتها و هتطلع و هدخله من الفتحة التانية و هربطه من جوه اخر خطه معي هعمل الديكور اللي على الفنوس من بره جبت فوم و عملت عليه رسمة الهلال ده و بعدين جبت ورقة بالشكل ده و اصلتها و كتبت عليها الكلمة رمضان و يحزقها فوق الفتحة بتاعت الفنوس و يحزق الشكل ده كمان على رأس الفنوس من فوق و ده فنانيسة اللي نزلته الفيديو اللي فاتت عملته من عجينة السيرميك و هاسبلكم الطريقة في صندوق و ده وحدة الضوء والصوت اللي هحطها في الفنوس من ورا كده و ده بتكون موجودة في المكتبات او في محلات اللي بيتبيع مستلزمات رمضان هنعمل مع بعض النهاردة فنوس ايكيا ده و طبعا عملته قبل كده بالشكل في ناس طلبت ان اعمله تاني بس شكل الشابك يكون اسهل من كده فعملت الشكل التاني من فنوس ايكيا اللي انتو شايفينه ده و يلا بينا نبدأ الفيديو هجيب حاجة بلاستيج كده كده شكل البولة او تستخدم اي حاجة متوفرة عندك بنفس الشاب بعد كده هجيب ازاز الحاجة الساقة اللي هي حجمها واحد لت و هقص الجزء اللي تحت من الازازة في مقاس الجزء اللي قصته ده سيكون 14.5 سنتي علشان هدخل البوزقين دول في بعض بس مش حزاقهم دلوقت بعد كده هجيب قطعة الازازة دي و هرسم عليها فتحة بالشكل ده و هقصها علشان هتكون دي باب الفنوس اللي معي و هرسم عليها نجوم و هقص النجوم دي و هناخد بالنا كويس من الخطوات علشان نتيجة تطلع مصبوطة و هيكون ده شكتها بعد ما فرقت النجوم اللي عملتها بعد كده هجيب حاجة بالشكل ده لو الحاجة دي مش هتكون متوفرة عندك ممكن تجيبي ازازتين بلاستيج و هتاخذ منهم الجزء اللي فوق و هتقص المكان بتاع الغطاء و بعدين هتلزق الجزءين في بعض هيدك نفس الشكل ده و دلوقتي هرزق الشكل ده على العلبة اللي معي و هجيب سلك كهرباء زي كده و هتنيب الشكل ده علشان اعمله ايد الفانوس و الشكل ده انا لزقت على العلبة من فوق عملت فتحتين من الجنب علشان ادخلهم ايد الفانوس و هكذا هكون خلصت الجزء اللي فوق من الفانوس هبدأ اعمل القعدة هجيب غطة زي ده و هقص دايرة من الكارتون على مقاس فتحة الغطاء و هلزقها كويه و هجيب دايرة تانية صغيرة و هلزقها على الغطاء من تحت علشان اعمل وزن في اللغطة و يكون مزبوط في الشكل معي و هكذا هيكون معي جزء اللي فوق من الفانوس و جسم الفانوس و الجزء اللي تحت او القعدة بتاعت الفانوس و هنعمل الشبابيك هجيب خمس قطع من الكارتون مقاس كل القطع في العرض هيكون خمسة ونص سنتي و الطور هيكون عشرة سنتي و طبعا كل القطع هيكون نفس المقاس بعد كده هحدد الكارتون من جوه و الاطار ده هي ثمانية ملي من كل الاتجاهات و هفرغوا بالشكل ده كده ممكن تعمل الاطار يكون واحد سنتي بس هيكون شكله مش ضريف يعني انسب مقاس لي هو ثمانية ملي بعد كده هجيب اللزق الورق ده و بيستخدمه في دهانات الحوائق يعني هيكون متوفر في محلات الدهانات و البيات ولو مش هيكون متوفر عندك ممكن تستخدم اللزق العادي بس ده انسب وافضل بعد كده هفزق كل الشبابيك في بعض بالنفس الطريقة كده بعد كده هزق كل الشبابيك اللي معي هعمل القفل للفانوس هجيب خرزة صغيرة زي دي كده وهلزقها في الكارتون من المص وبعد كده هتني الكارتون وهي هعمل علامة قصاد الخرزة بعد كده هجيب قطعة من الخيط زي دي كده او سلك وحلزقها على مكان العلامة اللي عملتها وكده عملنا القفل بطريقة بسيطة بعد كده هجيب الجزء اللي فوق من الفانوس والقاعدة والشبابيك وحرشها باللون النبيتي او الاحمر والالوان الاسبري او الديهان الاسبري ده بيكون موجود في محلات الديهانات الحوائط والخشب وحصور لكم اسماء الديهانات دي وهنزلها على المنتدى وممكن تستخدم الديهان العادي اللي هو اللاكيل الابيض وهتحطي له درجة اللون اللي انتي محتاجها طيب بعد مرشت كل القطع دي هبدأ اجمعها هجيب الجسم التالي فانوس وهو الازازة البلاستيك وحلزقها على القاعدة كده طبعا احنا مش هنلزق الشمع على البلاستيك مباشر علشان ما يسحش هنحط الاول على الكارتون وبعد كده هسبت عليه الازازة البلاستيك وهحط الشمع من فوق كده على الازازة البلاستيك وطبعا الجزء ده بيكون ساميك ما بيأثرش فيه درجة الحرارة وههركب الغطاء او راس الفانوس واخر خطوة هي تثبيتي الكارتون على الازازة البلاستيك هجيب الشبيك اللي انا عملتها وحلزق اول طرق على بداية الفتحة اللي عملتها في الازازة البلاستيك وهلزق فيها الشباك بس هلزقه من النص علشان باقي الشباك تتضبط معي لو لزقتها من الطرف هيكون فيه لغبطة شوية وهلزق باقي الشباك بنفس الطريقة كده وهسيب اخر شباكين من غير اللازق علشان هيكونوا ده باب الفانوس موسيق في دي النهاردة هنعمل الفانوس الشياكة بناءالبه كارتون زي دي وهي اللي هنحتاجه معنا النهاردة وهجيب قطعتين من الكارتون على مقاس الفتحة بتاعة الكارتونة الكبيرة وهجيب كمان الجزء ده من اللمبة وهلزقه على اول قطعة كارتون بس الاول هعمل دائرة فانوس كده وهفرغها علشان الضوء يوصل للفانوس من فوق وبعدين هلزق عليها الجزء ده من اللمبة ولو مش متوفر عندك هتجي الجزء اللي فوق من اي ازازة بلاستيك بعد كده هعمل ايد الفانوس هجيب حاجة زي كده وهعملها ايد الفانوس وممكن تستبدليها بالحلقة تستتاير بعد كده هحتاج شريط تسترس لو مش متوفر عندك ممكن تستبدليه بشريط من الفوم وهلزقه على حرف قطعة الكارتون اللي معي بحيث يعمل لي شكل غطى علشان اقدر الزقه كويس وحرف الكارتونة الكبيرة وكده خلصت قطعة الفانوس والجزء اللي فوق من الفانوس وهبدأ اعمل القاعدة بتاعت الفانوس هجيب برضو شريط من الاستراس وعملوا بنفس الطريقة اللي عملت بها الجزء اللي فوق من الفانوس بعد كده هقلبوه هجيب اربع خرازات زي دول اي نوع خراز موجود عندي وحلزقهم على الكارتون كده علشان يكونوا دول رجول الفانوس اللي معي وهجيب الكارتونة الكبيرة اللي معي وهفتحها من الجنب كده وهبدأ اعمل الشبابيك بتاعت الفانوس هرسم اطار سمك واحد سنطي من الجنبين ومن تحت ومن فوق هرسم شكل الشباك بتاع الفانوس وهكرر الرسمة دي على الاربع اجزاء بتوع الكارتونة اللي معي بعد ما خلصتهم هبدأ افراغهم والاشكال اللي طلعناها من التفريغ دي مش هنرميها هنحتاجها في فيديو تاني ان شاء الله بعد كده هجيب حاجز انها مدبب كده وهعمل فتحات فوق الرسمة اللي انا عملتها بعد ما عملت الفتحات على كل الكارتون هجيب كل القطع اللي عملتها وهرشها باللون الابيض وهذا شكلها بعد ما رشتها وهجيب الورق الملون ده موجود في المكتبات اسم جلات فوانيس وهقلب الكارتونة كده وهبدأ اغزق الجلات ده على الشبابيك بس وحط على كل الشبابيك انا هسيب شباك واحد مفتوح علشان ادخل منه ضوء وعملت شباك احمر وهعمل شباك اخضر وبعد كده شباك احمر تاني بعد كده هقفل الكارتونة من الجنب ومن تحت كويس واخر خطوة معي هبدأ اجمع الفانوس كله حلز القاعدة وهسبتها كويس في الفانوس من تحت وبعد كده حلز الجزء اللي فوق من الفانوس وبعدين هحط واحدة الضوء اللي موجود عندي وهذا الشكل النهائي للفانوس الامر ده ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك وتفعلي الجرس عشان توصلك فيديوهاتي ولو انت مشتركة فعلا ما تنسيش تدعميني باللايك والشير واشوفكم في الفيديو القاعدة خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة